امتدادا للعلاقات التاريخية واستشرافا لأفاق واعدة جاء افتتاعه أعمال المنتداء العماني الصيني بولاية صلالة في تزامن مع الذكراء الخامسة والأربعين للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين هذه العلاقة التي امتدت لألاف السنين حال الوقت لتوظيفها توظيف اقتصادي والاستفادة من الاحترام المتبادل بين الشعبين الصديقين والحضارتين القديمتين وقدر الإمكان أن نعيد دور عمان في الطريق الحرير البحري كما كان في السابق سفيرة جمهورية الصين الشعبية لدى سلطنة عمان أكدت خلال المنتداء الارتفاع في قيمة الأعمال لمشروعات المقاولات للشركات الصينية في سلطنة عمان لتصل إلى تسعة مليارات ونصف مليار دولار أمريكي مشيرة أيضا إلى زيادة الاستثمار الصيني المباشر في سلطنة عمان خلال هذه السنوات الماضية حققت تدورا ملحوظا في تعاون العملي بين بلدين طبعا على الأساس شراكة استراتيجية بين الجانبين واستهلت أوراق عمل المنتدى بورقة حملت عنوان دبلوماسية السلام وتوافقية الرؤى والتي أشارت إلى مساعي البلدين في تعديز العلاقات بمجالات الثقافة والسياحة والتجارة بالإضافة إلى استعراض ورقة حول مبادرة الحزام والطريق إن إقامة المنتدى العماني الصيني على مقربة من النصب التذكاري للبحارة الصيني لشانغغاه يؤكد على عمق العلاقات التاريخية بين سلطنة عمان وجمهورية الصين الشعبية وأن هذه العلاقات ينتظرها مستقبل واعد على كافة المستويات وفي مختلف المجالات محمد بن أحمد السليم المهري محافظة الضفار ولاي الصلالة